منتخب النشامة يحقق الحلم ويتواجد في نهاي كأس آسيا لأول مرة نحكي أكتر بهذا الموضوع معنا المدرب الوطني عدنان عواض مصر الخير كابتن وأهلا سهلا فيك سهلا سهلا فيك كابتن يعني فوز مستحق على كوريا الجنوبية وهو الفوز التاريخي الأول على كوريا فرأيك بشكل عام بأداء النشامة خصوصا أنه إحنا من بداية البطولة من مباراة لمباراة لاحظنا تطور كتير كبير بالمستوى والأداء يعني إحنا خلينا نيدي قبل يعني قبل إحنا الثلاثة مباراة ودية الكل بصراحة انتقل حسين عموتة يعني بالفترة طالب بإقالته حتى فيه ناس طالب بإقالته لعب ثلاثة مباراة ودية المباراة الأولى مع لبنان شبيهة بماليزيا المباراة الثانية لعبنا مع قطر شبيهة بالبحرين والمباراة الأهم كانت بالإعداد للبطولة مع اليابان وخسرنا النتيجة قاسية 6 واحد وصار ضجة عليها بس طلع يعني عموتة عارف لوين بدي يروح بلشت البطولة زي ما بتحكي من استعد التدريجي للنهائي من مباراة لمباراة بزيد الإنسيديام بزيد العطاء داخل الملعب فكر عموتة بتعرفي أي مدرب بيجي يعني عموتة خلال شهرين شهرين ونص نيل فكره لللاعبين كان بده وقت لأنه انت بتعرفي طريقة اللعب كلها اختلفت احنا كنا نلعب 4-2-3-1 أجي عموتة 3-4-3 عم بتشوف الفريق عم بيأدي وفيه تكتيك داخل الملعب فريق منظم بيغلقوا المنطقة الخلفية ما حدا بيقدر يسجل امباراة كوريا احنا امباراة كوريا الأولى كان لازم نفوز بعض من الناس قالوا يعني ضربة حظ لا أثبتوا النشامة إنه كانوا على الموعد يعني خصوصا امباراة كوريا التانية اللي حضروا امباراة 45 دقيقة ضغط عالي كان ممكن نسجل أكثر من هدف الشوط الأول الشوط الثاني بلج دفاع منطقة عموتة وعنده اثنين مهاجمين بيقرأوا اللعبة منيح كان موسى التعمري أو يزن نعماد موسى بتمرير خطف الكرة ولا يزن اللي بصراحة يزن إذ واجه المرمى يعني الله يحميه مستحيل يضيع والهدف الثاني سرعة موسى من تقريبا 60 ياردة ومهارته وقدر سجل الهدف الثاني بما إننا حكينا عن موسى ويزن يعني عم نشوف تجانس كتير كبير بين هدول اللاعبين شو مصدر هذا التجانس مع إنه تجمعات إحنا اللي إذا بدنا نحكي عن تجمعات المحترفين بالمنتخب قليلة وعمرهم ما لعبوا مع بعض فهذا التجانس من وين إيجابي هاي الفترة يعني هاي الفترة هاي هو بصراحة عم متأخذ فترة كويسة يبل البطولة يعني غير أيام الفيفا ديز يعني لأنه أخذ اللاعبين وصار تأجيل إذا تعرف أنت بالدوري وما قدروا يكملوا مرحلة الذهب بس برضو إمكانيات اللاعبين إمكانيات موسى ويزن اللاعبين على مستوى عالي جدا هدول بيخدموا المدرب بسرعة الانسجام يعني أنه لأنه إمكانياتهم كان ناحية المهارية أو ناحية البدنية أو الذكاء داخل الملعب أو الإبداع يعني إحنا الهدف الأول الإبداع اللحظة اللي عند موسى بتمريرها واحدة خلى يزن يواجه المرمى هذا الحكي بساعد المدرب أنه نزيد الانسجام لعب مبريات وديه يعني أنا سمعت بالمقدمة أنه فرق الإمكانيات بصراحة سميحة ما فيه فرق الإمكانيات على مستوى المنتخب على مستوى المنتخب صحيح لأنه إحنا المنتخب الوطني الاتحال الأردن برئاسة سمول أمير علي أي إشي بنطلب للمنتخب الوطني عم بتوفر يعني هلأ مثلا قطر وصلت النهاية طبعا فيه في السعودية فيه الإمارات ليش قطر وصلت لأنه قطر زينا عندهم روح داخل الملعب وعزيمة أنه اللاعب بدهم فرحوا الشعبهم يمكن هي إمكانياتنا الروح والإمكانيات ولكن إذا بنا نحكي عن التحضيرات يمكن الإمكانيات المادية اللي بتنحط بالمنتخبات الأخرى مثل المنتخبات الخليجية أو حتى اليابان وكوريا الجنوبية فأكيد فيه فرق من هذه الناحية ولكن هذا الفرق ما بين معانا بالمنتخب لأنه إحنا شفنا أداء ومستوى يتساوى مع يمكن الإمكانيات الأخرى اللي ممكن إنها تقدمها المنتخبات 100% يعني إحنا إذا الإمكانيات إحنا المنتخب بإمباريات ودية كثير قوية هاي اللي خدمت إنه نطلب معسكرات فيه معسكرات بس بالنهاية بتصفي طبيعة اللاعب الأردنية طبيعة حتى المواطن الأردن بتحس المواطن لما تكون الأمور على المحك بيظهر كل إمكانياته يعني إحنا خلينا نحكي من إمبارات العراق إمبارات العراق استفزوا لاعبين استفزوا أظهروا كل إمكانياتهم خلال المباراة بعدها صار يعني إحنا صقف الطموع عندنا كمواطنين أردنيين دائما مرتفع بعدها إنه مجرد نفاز المباراة بدنا البطولة صح ومن أول من دور المجموعات لما تاهلنا صار عيننا على اللقب خلق طلع الحكي صحيح حقنا إنه إحنا نطمع طبعا وحقنا إن شاء الله إنه بكرا اللاعبين يحرزوا اللقب يعني الأمور مش يعني راح الصعب خلينا نحكي هلأ ضل تسعين دقيقة إن شاء الله إنه بكونوا قدها إن شاء الله إذا بدنا نرجع لمباراة كوريا لحسين عموتة تغلب على الغيابات ويمكن استعان ببراء مرعي اللي قدموا براءة جداً كانت كبيرة رغم إنه براء كان غايب منقدر نقول شوي غايب بالنادي وغايب المنتقى صحيح بسبب إصابتين كتير كبارت عرض لهم ونقدر نقول يمكن كانت مخاطرة يمكن لما طلعنا على المباراة إنه شفنا براء الناس دا تقول هاي مخاطرة إنه قاعد عم بالعبي براء ولكن أثبت شوف عموتة حثقته باللاعبين يعني أنا عجب أن تصريه إله بعد المباراة مع كوريا إنه شو حكي لللاعبين قبل المباراة إنه احترم المنافس بس لا تزيد باحترامه صحيح إنه لا توصل مرحلة الخوف براء حثقته ببراء براء لاعب خبرة ولاعب مميز طبعا بس بده ناس يخلي براء يرجع براء قبل الإصابة عموتة قدر رجع براء وأبو حشيش لما نزل مكان سالم يعني أبو حشيش كان نيديم كمان بالمباراة يعني الخيارات هي الأدوات اللي اختارها عموتة يعني اللي هي اللاعبين هم هدول اللاعبين اللي قدر يخلق بينهم الانسجام وخياراته كانت صائبة مية بالمية يعني اللي وصل النهائي معناته كل اللي عمله بالماضي وكل الانتقاد اللي كان إله كل واحد انتقد عموتة كان على خطأ بصراحة إحنا يمكن كابتن عنا مشكلة دائما منلاحزها ما عنا صبر مية بالمية إحنا كجمهور أردني يعني لكرة القدم ما عنا صبر دائما بدنا النتائج كتير تيجي بسرعة صحيح نستعجل النتائج وما في صبر طب أنا بالودي أخسر اللي أكتشف أخطاء فريقي يعني هو خسر بالامباريات الودية إنه أخسر بالودي يعني ولا أخسر امباراة رسمية ويكون فيه أخطاء عشان هيك عموتة الأخطاء اللي صارت معه بالامباريات الودية استفاد منها بالبطولة وصححها يعني واختار التشكيل المناسب إذا بتشوفي سميح دائما داخل الملعب فيه مرونة تكتيكية أنت وجهتي أربع خمس منتخبات كل فريق بلعب بطريقة صحيح بس إحنا كان عنا المرونة التكتيكية إنه متى نضغط متى ندافع دفاع منطقة متى نلعب ضغط عالي يعني كان دائما مغلق الخطوط مغلق بين الخطوط ما يسمح لأي فريق يلعب بين خطوط الوسط أو المدافعين دائما يعني حريص إذا بتنتبه إحنا بالناحية الهجومية 3-4-3 بالناحية الدفاعية الفريق بصير يلعب خمسة أربعة واحد يعني برجع إحسان برجع مرضي بصيره خمس مدافعين يعني تالت مباراة إحنا هاي ما منتلقى فيها أهداف البطولة وهذا أكيد إذا بدل بدل على إنه مش بس هجومنا قوي وأيضا دفاعنا قوي مئة بالمئة وفيه شغل على الفريق يعني أنا ما بحب دائما أحكي بالماضي سميح يعني إحنا الماضي كان واضح شو طريقة لعبنا يعني إنه إحنا سكر اللعب مدافع وعلى هجم المرتدة ولفترة كتير طويلة كانت بالضبط للهجم المرتدة أيام ياسين البخيت حتى قابل أيام أناس الزبون إنه على سرعة نعتمد وعلى سرعة مستمد لا هلأ عم بتشوفه منتخب بأدي يعني منتخب فيه يعني عموتها من المدربين اللي بيقسم شوط المباراة بيقسم المباراة لعدة أجزاء وبعرف شو بدهم مثلا بالفترة هاي بيتلعب ضغط عالي 15 دقيقة بيتلعب دفاع منطقة هذا فكر مدرب يعني الجيل الموجود حاليا هذا أفضل جيل مر بتاريخ كرة القدم الأردنية اللاعبين الموجودين حاليا اللي وصلوا هاي المرحلة هلأ إحنا وصلنا هاي المرحلة لازم نبني عليها أكيد أكيد لازم لازم تنعكس كمان على كتير أشياء بكرة القدم ومنها الدوري طبعا لأقدام انفجار موسى التعمري أو زي ما الصحافة الفرنسية بتوصفه ميسي الأردن كيف لازم نستثمره وقديش هو مهم لتسويق اللاعب الأردني يعني هلأ موسى عكس صورة كثير مميزة عن اللاعب الأردني بفرنسا وقبرص يعني وينما كان يروح لأنه هم من اللاعبين الكثير ملتزمين ملتزمين ومستوى ثابت الحمد لله رب العالمين ووالله يبايد عنه الإصابة هذا الحكي يخلى الأنظار الأندية كلها تتوجه لللاعبين الأردنيين أنه في لاعبين إحنا بعد موسى طلع عمر هاني إذا نذكر من الفيصل هلأ العين على المجموعة كلها أنا بتوقع اللاعبين معظمهم الثلاثة وعشرين راح يجيهم عروم لأنه هلأ صاروا مقتنعين الكل اللي بتابع اللاعب الأردني أنه عنده إمكانيات يعني مذهلة وقادر قادر يمثل أي فريق ويكون ندل أي لعب صحيح قبل البطولة يمكن كانت أقصى الطموحات هي أنه إحنا بدنا نوصل لربع النهائي ولكن استطاع المنتخب يوصل لهاي المرحلة وإن شاء الله بيكمل وبيأخذ الكأس نفسيا كيف تمكن حسين عموتة ينقل المنتخب من فريق أقصى طموحات ربع النهائي أكيد ما في فريق بيفوت أقصى طموحات ربع النهائي ولكن كل الشارع الرياضي وكل الناس كانت متوقعة أنه إحنا إذا وصلنا راح نوصل لهون وانتهى المشوار لكن هو نفسيا كيف قدر يتخطى هاي المرحلة هلأ إذا تنتبه سميها عن اللي عم بشوفه دائما اللاعبين الإحطياط بيهجم على عموتة قبل اللاعبين الأسسيين قدر يعني يخلي المجموعة كلها تحبه هلأ أي مدرب أي مدرب هو المدرب من الجيش تاعه اللاعبين هلأ بالاجتماعات اللي كان يعملها عموتة الفكر تاعه النتائج بتخلي اللاعبين يقتنعوا بالمدرب أكثر طوله الفريق عم بفوز بيقتنعوا أنه المدرب على مستوى عالي المدرب يعني اللي عم بيحكيه هو صاح عموتة قدر إنه فكره ينقلوا لللاعبين بسهولة اللاعب يطبقوا احنا شفنا بالبداية كان فيه تعثر بالامباريات الودية بس شوي شوي الفريق مضج تكتيكيا يعني اللاعب السوعب وعموتة وهي دائما أنا بقول الحالة النفسية هي اللي بتساعد الفريق خصوصا البوقات من المباراة سميح يعني أوكي فيه تكتيك وفيه أمور فنية بس بصف الروح اللي عندي اللاعبين أنا مدام الجيش تاعي بيحبني كمدرب زي حسين عموتة أكيد راح يعملوا المستحيل اللي يفرحوني عشان هيك عموتة أنا متأكد بالاجتماعات اللي بيعملها وبيعدتوا مع اللاعبين قدر يخلق جو عائلي يعني هلأ الجو عائلي هلأ نجاح المنتخب مش عموتة ولاعبين خلينا نكون صراحين اتحاد المنظومة كاملة الجماهير الإعلام المنظومة كلها احنا كان فيه انتقاد من الإعلام لعموتة قبل البطولة بس إذا من أول يوم بالبطولة وقف الانتقاد صار كله داعم للمنتخب الوطني هلأ الحكي بساعد كثير يعني هي كرة القدم أنا دائما بحكي مش كلها ملعب صار نصها مكتب ونصها ملعب يعني إنه الاتحاد إيش بيخطط يعني إحنا من أول يوم راحوا المعسكر فيليح الدعجة معهم نائب أمين السر ليش فيليح موجود عشان يضل حولين اللاعبين شو اللي بطلبوا اللاعبين هلأ كل يعني معظم مجلس إدارة الاتحاد بقطر إنه كلهم بحاولوا يوفرونهم كل إشي هذا الحكي ما بيجي بسهولة يعني إحنا وصلنا هاي المرحلة لازم نبني هلأ للمستقبل إحنا وصلنا مرحلة يعني يعني أفضل فريق بقاسي خلينا نحكي إحنا عنا خط هجوم الأفضل بالبطولة ثلاث المرعب الله يحميهم موسى ويزنوا على علوان صحيح يعني هدول يعني بتحسي إنه عم تستمتع وانت بتهدر طب أنا بعد القولي التاني مع تسجيل الهدف التاني مع كوريا ما توتريت يعني بتطلع وانا يعني مستمتع إنه لا الأمور ماشي زي ما بدنا يعني رايحة الإمبرائلنا هذا الحكي ما بيجي بسهولة هذا التعب إن شاء الله كله بيكمل إلينا إن شاء الله إن شاء الله عدسة رؤية تواجدت بعد المباراة لرصد ردود أفعال النشام أهدنا جمهورنا وأهدنا حالنا بإذن الله نكون بالفايمة الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حلم صراحة لكن بالتأكيد بيشوف الجمالة الأردنية بستعد يلعب 120 دقيقة عشان يفرع لهم الحمد لله رب العالمين ضايدنا خطوة إن شاء الله ما رحفش والله الحمد لله رب العالمين ما عرف أنتم مقسطين والجمهور مقسوط أحاً مقسطين أبراكش مقسطين لكن إنجازنا التاريخ رح يكون الكاكس بدينا السهرة ونحوصنا لها المرحلة قادرين نخذ الكاكس قادرين نبنى بأي فريق فإذا لكم وحنا عالي رح تلغسر بدموضنا بصراحة إذا ما أخذنا الكاس فبإذن الله قادرنا هذا الشيء الحمد لله رب العالمين يعني إنجاز تاريخي لما تعالنا نصف النهائي والإنجاز تاريخي لما وصلنا النهائي الحمد لله رب العالمين وراح يكون إنجاز بإذن الله تعالى نأخذ كاس آسي والله ما في شعور يعني ما في كلمات توصب الشعور اللي احنا كلنا فخر واعتزاز إنهم يكونوا موجودين في النهاية نشكروا الجماعين كل اللي أجال والله الحمد لله رب العالمين يعني ربنا أكرمنا هذا ما إجا من فرام إجا من عمر كبير بالمنظومة بقيادة العموتة وأنا محبوب جدا وأنا جيت هون بطلب من كبت العموتة جيت لأتعلم من المعلم أنا جيت لأتعلم من المعلم عموتة والحمد لله والشك لله أنا من أكبر المستفيدين بوجودي مع الكبت العموتة وبيودي مع هذا المنطقة الله يديمها الفرح